ان يكتب الانسان في وصيته الشرعية باندا جديدا كان غير موجود قبل عالم السوشال ميديا كمثال ووضحته انا هذه ورقة من ضمن اوراق مثلا الوصية الشرعية من ضمنها يعني رقم مثلا سبعة او تسعة في البنود التي كتبتها من قبل البند التالي ان يقوم ورثتي بمحو كل شيء يخالف الشرق على كل حساباتي الالكترونية ثم اوضح عنوان المنصة ان كان فيسبوك او تويتر او انستجرام او غيره اسم الحساب ثم كلمة السر عشان هم يفتحوا الاشياء دي بعد وفاة فانا اغلقت باب من ابواب السيئات الجارية طبعا البعض يخاف لو وضع هذه الان قد تختنصها زوجته او يختنصها زوجها او اخوها او او انا البيوت المسلمة بيوت واضحة المعالم فده بس المنظم الهالف اللغت اللهم فشهد احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اما بعد احبتي في الله انما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد دائما يحثن اهل العلم مما تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان نعمل او نؤثث او نؤسس ايضا بالسين والثاة للصدقات الجارية والصدقات الجارية معروفة ويعني اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث وانتم تحفظون الحديث صدقة جارية علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او من بنى مسجدا من حفر بئرا من غرس نخلا من كتب مصحفا اه يعني بهذا المنطق اه تصوير الصدقات الجارية انا اليوم الحديث عن السيئات الجارية هذا حديث مؤلم للنفس لكن لكن دائما المقدار الدين عند صاحب الدين بقدر ما يحل له مشاكلها والاسلام حل كل المشاكل دون ان تظهر المشاكل يعني وضع الاساس لعدم وجود المشاكل لكن من الذي اوجدها اوجدها الانسان وبوعده عن المنهج فلو استقام على المنهج لكان اللقاحات الايمانية والمناعة الايمانية التي يعطيها له القرآن والسنة تمنعه عن ان يتوفي الطريق او يضل او يطعب يعني فلما جاوزا قال لفتاه اتنا غدا انا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب لما جاوز الحد وجد النصب وجد التعب وهو في داخل حدود الله انت في راحة ما هي السيئات الجارية يعني ايه سيئة جارية هذا تعبير او مصطلح يعني قد يكون من لبنات افكاري لكن من الزمان من فترة السبعينات والثمانينات وذكرت هذا المصطلح نعلم ان كل انسان سوف يجد ما قدم وما اخر ما قدموا اثارهم الاثار التي نتركها بعد الموت تظهر لنا في ميزان حسناتنا او ولا يذب الله في ميزان سيئاتنا فمثلا انسان زرع او انسانة مسلم او اسلي يعني زرع شجرة خبيثة تسمى قطيعة الرحم هذه زراعة خبيثة وشجرة خبيثة يجب ان تجتث ولا تزرع اساسا كيف يظل الاب يوغر قلبه او قلوبه ابنائه وبناته على اعمامهم او على اخوالهم او على عماتهم وخالاتهم او على جيرانهم ايا كان وتتقل القضية ان احنا مخلصين كعرب في الحزن نحزن بصدق ومخلصين في حمل الثقر لما نثقر نريد ان ننتقم ممن نثقر يعني مثلا انا يعني ضيقني احد الناس فللأسو الشديد فلت لساني بغيبته لكن في كل مجلس على مدى السنوات اذكروا بالسوء معقول وبالذات حتى لو كان متوفى لمصيبة اكبر يتخيل ان بعض من الناس قدموا الى ما عملوا عند الله عز وجل وهم الان في عالم البرزة ونحن نغتابهم من من العقلاء يقول هذا يعني مثال الاب ورث ابنائه قطيعة رحم اعمامهم وعماتهم اخوالهم وخالاتهم الكارثة ان الاسر تتوارث هذا من اجل حطام دنيا نضيح كل ثوابنا والانسان لما يتوارث قطيعة الرحم للأسف يحيط هذا بايه بغيبة ونميمة وهمس ولمس وخلطف اعراض ويظهر نقائص وكبر يعني كل المبيقات تجتمح حول هذه الشجرة الخبيثة وكأن لها فروع ولها ثمرات كالحنظل خبيثة ايضا فلا يذكر عمه الا بالسوء ولا يركز على ابن عمه الا في الهنات التي يصنعها فيصيرها كبيرة او عمته او خالته او اهل زوجته او اهل زوجها هذه كارثة كبيرة يجب ان تنتهي وهذه من ضمن السيئات الجارية ايضا من ضمن السيئات الجارية ان انسان مثلا سلبت التوفيق فتعلمتها صغيرة الرخص وهذه المسابقات التي نرى فيها الاطفال البراء الطفلة بريئة اربع خمس سنوان وهي كاللولب فوق المسرح امام لجنة او تغني اغنيا لمطربة او مطرب شهير وامها المحجبة تجلس في الجمهور تبكي شكرا لله وعلى ان وهبها هذا الصوت الملائكي يا ستي الله يرضى عنك انت بتحبيب البنت في ايه طب ما هي لو عدلنا المؤشر هي البنت نزل من بطنك يعني عاشقة للموسيقى ماشا ممكن تعاشق موسيقى القرآن والنشيد الاسلامي الجميل واطلعت تتعلم الابنائها في المستقبل لكن لا يا سعيد الكارثة ليست هنا كبرت هذه البنت على انها تجيد الرخص بارك الله فيكم ربنا يهدينا جميعا وبعدين لما طرقت تجيد الرخص بدلا من ان كانت هاوية اصبحت محترفة زي مثلا اللاعبين الهواء الاول بعدين يكونوا يصوروا محترفين فهي القضية الغيت هنا يعني طوبة لمن اذا مات ماتت ذنوبه ويا بؤسة من اذا مات لم تمت ذنوبه كيفا؟ هي قبل ما تموت بعد ما كبرت في السن واصبحت اعضاؤها اللولبية او اعضاء جسمها تخشبت وتحددت يعني صارت حديدية يعني او نحاسية فتعمل ايه؟ عايزها لا تترك هذا التراث الجميل وهذا التاريخ العريق وهذا الفن الراقي فتعمل ايه؟ تعمل معهد العالي للرقص وهو عالي زي عالم ايه يعني؟ عالي فين؟ يعني المهم يعني المعهد المتخصص في الرقص هو معهد البلاي الجنوبي المهم يعني تتخرج في هذا المعهد عشرات ومئات وماتت الرقصة رحمها الله ربنا ارحمنا برحمته جميع نحن احوج الى الرحمة جميعا ماتت الرقصة تمام؟ هذه المعلمة ماتت قضت نحبها لان كل من عليها فى انك ميت وانهم ميتوا فكل خريجة من هذا المعهد كلما اشتغل جهاز رغتر لقياس الزلازل لزلزلة رقصتها فوق المسرح السيئات تتناثر في ميزان السيئات من صنع من استنى في الاستام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة من لا ينقص من اجورهم شيئا ومن استنى في الاسلام للسنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة لا ينقص من اوزارهم شيئا يعني الكارثة في من؟ قبيل قبيل اول قاتل فى التاريخ ماذا قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل قاتل الى يوم القيامة يأخذ ذنب قتل ما قتل او ما قتله او ما صنع يعني ويوضع هذا في كفل القاتل الاول يا الله يعني كل قاتل على مر التاريخ الى ان ينف الله الارض ومن عليها موضوع في ميزان سيئات قبيلة الذي استنى القاتل هذه ايضا كارثة كبير طيب فيه من يستنى سنة ان يكون سباب او شتام على فضائية او نباح ونحن الذين نشجع نباح النابحين هؤلاء والشامتين هؤلاء والهازئين المستهزئين هؤلاء بالناس والخواضين فى الاعراض والذين يحبون الفضائح والنشر الى اخي سبحان الله قال لو سترته بثوبك لكان خيرا لك يقول لا انا احذر الناس منه يا سيران يعني انت الحصن البصري يعني انت عبدالله ابن المبارك يعني اتقل له امسك لسانك ادعيله بالهداية كذلك كنتم لا تدري ربما يصنعه خيرا الرجل سبحان الله العظيم لم يصنع حسنة قط فى الظاهر يعني فلما مات رآه احد الصالحين الى ابو ايوب السختيانى كان جارا له فرآه فى الجنة فى اول ليلة الموته فقال من الذي اوصلك الى هذا المكان قال يا ابا ايوب لو كنت انت ممن يملكون خزائن رحمة ربي اذا لا امسكت خشة الانفاق وكان الانسان قطورا هو انت اللي بتقطينه فارسل ابو ايوب زوجته لالارمالة زوجة جارة عشان ان يعرف ايه اللى كان بيعمله فى السر قالت كما ترون كنت سعيفين وكده يعني قليل التعبد بالظاهر لكن كل ليلة الجمعة يعمل ايه يجمع يتامى الحي اليتامى الدون سن البلوب ويطعمهم ويمسح على رؤوسهم ويكرمهم ويقول ادعوا لعمكم عسى ان يغفر الله له يا مؤمن لا تحقرنا من المعروف شيء لا داعي لان تصنع سيئة جارة اصنع يعني شيئا جميلا تذكروا به يعني سبحان الله الصحابة من ضمن مؤثرهم ان كل واحد سبحان الله الاسمع نسمع عنهم رضي الله عنهم رضي الله شوه ملايين الناس كل لحظة تترضى عن صحابة الرسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد رضي عنهم رضي الله عنهم ورضو عنهم احبتي موضوع السيئة جارة موضوع كبير ولكن انا ضرب 3 اربع امثلة انا ممكن اهلي اجعل عمار ابني يضع مثلا عشرة امثلة للسيئة الجارة لنطيل الشرح وقيلة يا امل لان كثرة الكلام قد ينسي بعضه وبعضه وخير الكلام ام اقل ودل فنضع عينات للسيئة او للسيئات الجارية فربنا يبرك فيك يا ايتها الام الزوجة اللي عندك او البنات بالذات لا تكثري وضع المكياج امامهم وادوات الزينة امامهم والاحتراف فيما تصنعين عشان يعملوا طب ليه الله يرضى عنك بارك الله فيكم جميعا ان شاء الله رب العالمين ربما لنا عودة في هذا الموضوع الخطير لان انا اريد اذا جاءت لي ملك الموت وكنتبتوا الى الله عز وجل لا تذهب لي في قبري سيئات انا عسى تجري لي ان شاء الله حسنات بوركتم جميعا وتقبل الله مننا ومنكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته